بعد سنين بعد جه طالب مني معا وفضل يترجع فيا ويحلفني بعيني وحلف لي إنه محتاجني معا وحاولتي ما بينش وعمل روحي ماهتمتش وصعب جدا علي ولقيتني بعد شوية بس معلوق بعد ما كنت مخصم وقابلني وقال لي إنه مش مرتاح بعد عنه وقال إنه آسف لإنه مقدرش إن أعملي معا كان حي ميين جدا كان باين تعذيبه فعلا كنت أتمنى أرفض طبعا بس لك نمسا محا وقابلني وقال لي إنه مش مرتاح بعد عنه قال إنه آسف لإنه مقدرش إن أعملي معا كان حي ميين جدا كان باين تعذيبه فعلا كنت أتمنى أرفض طبعا بس لك نمسا محا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما عرفتش قلبي ضعيف سالم كنت شايلة كتير من جرحه الكبير كان نفسي أقول له يامه وغلبني ببتزامه ودعتني مقدرتش أتكلم وقابلني وقال لي إنه مش مرتاح في بعضي عنه وقال إنه آسف لإنه مقدرش النعم اللي معاك كان حينيين جداً كان باقي متعذيب وفعلاً كنت أتمنى أرفض طبعاً بس لقيتني مسامحاً وقابلني وقال لي إنه مش مرتاح في بعضي عنه قال إنه آسف لإنه مقدرش النعم اللي معاك كان حينيين جداً كان باقي متعذيب وفعلاً كنت أتمنى أرفض طبعاً بس لقيتني مسامحاً وقابلني وقال لي إنه قال لي وقال لي إنه قال إنه آسف لإنه مقدرش النعم اللي معاك كان حينيين جداً كان باقي متعذيب وفعلاً كنت أتمنى أرفض طبعاً بس لقيتني مسامحاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة